أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخرى عزيزي المشاهدين النهاردة عندنا فقرتنا المعتادة فقرتنا التحليلية الرقمية مع أحمد سابت وكريم سعيد زكا بحمد الحمد لله تمام كله تمام نجا بنسلام مرحبا طيب طبعا عندنا فقرة نهاردة مليئة بالتحليلات الممتعة فيما يخص نادي الأهلي ومنتخبنا الوطني الفقرة نهاردة مقسمة لثلاث أجزاء أولى أجزاء هذه الفقرة قوائم منتخب مصر واستعدادات منتخبنا الوطني لمباراتي جيبوتي واسر اليون وكمان منتخب الأوليمبي أحمد طبعا في البداية نتمنى الأول الشفاء للوزير العامري فاروق الوزير السابق العامري فاروق وطبعا الأستاذ طريق أنديل برضو لأنه تعبان نتمنى اليوم الشفاء يعني وإن شاء الله يرجعوننا بالسلامة خلينا أقول لحضرتك أن نادي الأهلي دايما بيمد المنتخبات الوطنية بلعب كتير وده حاجة مهمة جدا دايما النادي الأهلي نادي الوطنية يعني دايما بيمد المنتخبات وحنرد كمان بالأسماء على الناس اللي بتقول لك قطاع الناشئين فين أو الناشئين بتقول النادي الأهلي ما بيطلعوش ليه النادي الأهلي ما بيطلع النادي الأهلي عنده قطاع الناشئين كويس وبيطلع العيبة كويسة وبيمد المنتخبات تخيل يا كابتن إسلام أنه في الفترة الحالية في الشهر الحالي في القوائم في الإسبوع ده 18 لاعب من النادي الأهلي 18 لاعب من النادي الأهلي تم اختيارهم في جميع منتخبات مصر الوطنية تمام مين هم 18؟ تعالوا نبص على منتخب مصر الأول في 7 العيبة محمد الشناوي عبد المنعم ربيعة هاني إمام عشور مرقان عطية حسين الشحات لو بصيت هتلاقي الشناوي من قطاع الناشئين عبد المنعم ربيعة هاني يعني 4 منهم من قطاع الناشئين يبقى 7 العيبة من النادي الأهلي في منتخب مصر الأول نقال نكمل هنلاقي منتخب مصر الأولمبي 3 العيبة من النادي الأهلي في منتخب مصر الأولمبي حمز علاء أحمد نبيل كوكا كريم الدبيس اللي بحييه على أداؤه في الفترة الأخيرة كريم الدبيس ما كانش موجود على فكرة في منتخب مصر الأولمبي هو موليد 2003 انضم الفترة دي ودي حاجة تحسب برضو المارسل كولور لاعتماد على كريم الدبيس واللي كان بصراحة مفروض يبدأ مباراة الأمس لأنه متقلق بشكل كويس نيجي بعد كده المنتخب الشباب مع الكابتن واي الرياض كمان هو 8 العيبة أحمد عبدين يوسف ساد عبدالحفيز معتز محمد أحمد خالد كباكا برضو عشان الناس تبعارف مراكزهم يوسف ساد عبدالحفيز بيلعب مركز 6 و 8 أحمد عبدين مدافع وباكرايت برضو وباكرايت أحمد عبدين مدافع معتز محمد مدافع أحمد خالد كباكا ده لعيب وسط ممتاز بيلعب بوكس تو بوكس طبعا كلهم ممتازين يعني فارس خالد برضو مركز 8 في وسط الملعب عمر خالد بيبو بيلعب جناح وبيلعب باكرايت محمد عبدالله بيلعب جناح يمين وده أسجل جون في المتش الودي محمد زعلوك طبعا راس حربة فأنت لما تجمعهم هتلاقي 8 و 3 و 7 18 لاعب من النادي الأهلي وده اللي بنتكلم عليه أنه دايما قطاع الناشئين في النادي الأهلي واللات بيطلع لعيبة ومش لازم الكطاع يبقى كله ينجي يعني مش لازم كل اللعيبة اللي في الكطاع تلعب فريق أول والكطاع لو كل سنة طلع لك 3-4 لعيبة ده كده كطاع ناجح ده 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 حاجة تحسب للنادي الأهلي عدد أن في 18 لاعب في الفترة الحالية في جميع منتخبات مصر الوطنية وكمان في معلومة في منتخب 2008 بيتكون دلوقتي في 8 أو 9 لعيبة حيتم الإعلان عنهم برضو من النادي الأهلي من موليد 2008 منتخب 2009 اللي هو لسه حيتكون في الفترة دي اللي هو اتعمل كبتل أحمد الكاس كبتل أحمد الكاس 2008 2008 في منطقة الكاهرة عملوا اختار و 8 لعيبة من النادي الأهلي وعملوا مباراة ودية وهم مستقرين على 8 أو 9 لعيبة من النادي الأهلي بس اللي في الفترة الحالية 18 لاعب 18 لاعب منهم تبتتكلم 3 منتخب أولمبي 7 يعني 10 من الفريق الأول ده غير مين غير برضو طبعا علي معلوم ما انضمش في الفترة الحالية بس هو العيد دولي بيرسي توفو منتخب جنوب أفريقيا أليو ديانج في منتخب ماني هزولك حاجة كويس نعلي معلوم لهم يعني مش كويس لكن هو محتاج ان هو يسريح هو طبعا مصاب كمان هو مصاب أسبوعين آه في فترة راحة يعني ياخد راحة فده اللي بنتكلم عنه ان انت دلوقتي عندك 18 لاعب في قيمة المنتخبات حاجة تحسب للنادي الأهلي بالنسبة لاختيارات روي فيتوريا انا شاف يعني اختياراته روي فيتوريا خلاص بقى عامل زي المدربين كل المدربين الأجانب اللي مسكوا منتخب مصر في الفترة الأخيرة بقوا بيستقروا على قيمة معينة مثلا حوالي 21 لاعب أو 24 ويسبتوا التشكيل وده اللي هنلعب بيه في كاس الأمم فهو خلاص حفظ لعيبة يعني مثلا الناس بعد استغرابة ان هو استبعد او ان هو ضم أحمد فتوح والحرس المارمى محمد صبحي رغم استبعانهم الزامر هو خلاص مجتنع باللعيبة دي فأخدهم لكن أنا ألومه شوية في عدم اختيار كهربا كهربا كان يستحق الانضمام للمنتخب الناس هتقول لي كهربا ده بداع فرص آه كهربا أحسن مهاجم في الفترة الحالية في النادي الأهلي وإحسن مهاجم في الدور الأفريقي هو هدف الدور الأفريقي ده هو النهاردة بيسلمه مسيكو هدف جايزة هدف الدور الأفريقي طب ما كهربا جايب زيه كهربا جايب هدفين ومسيكو جايب هدفين وكهربا لعب مطشط أقل كمان كهربا بشوفه أنه هو أحسن مهاجم في الدور المحلي بيعمل لك خطورة بيعمل لك فعالية بيعمل لك عمك هجومي حتى لما خرج الشوت التاني في مباراة سانداونز حسنا بفارق بصراحة لا كهربا كان يستحق الانضمام في علامات استفهام شوية على الحارس المرمى البديل الشناوي من مين الحارس المرمى البديل أحمد الشناوي بشوفه أنه هو بصراحة بيهتز في المباراة الكبيرة ومحمد صبح ما بيلعبش معنادي الزمالك فمين الحارس التاني وبعدين هو عمال يتكلم على معدل الأعمار أن أنا عايز أبني فرقة طب معدل الأعمار تعال بص على المساكين نستبعد عبد المنعم لأنه ده في حتة لوحده رمي ربيع يعتبر أفضلهم تاني هو اللي جنبه أفضلهم الباقي مين انت عندك علي جبر 34 سنة أحمد سامي برضو حاجة و30 سنة طب يا جماعة يعني المساكي التاني دي مشكلة لازم من كان أنا وجهة نظري أن كان لازم يختار لعيب مدافع صغير صاعد في السن بحيث زي ما كارلوس كيروش كده عمل في مين في محمد عبد المنعم جي فجأة واستخدمه كلعيب صغير صاعد وحطه في كاس الأمم ونجح معاه فده ده بس النقطتين إن احنا محتاجين حرس مرمى بديل للشناوي ومحتاجين مدافع مع عبد المنعم وربيع يكون مدافع صاعد يعني كريم رأيك طبعا فيه اختيارات روي فيتوريا للمنتخب في البداية طبعا بنكمل كامل أمنياتنا بالشفاء ليه معالي الوزير عمري فاروق إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تبقى الدنيا أفضل خلال الفترة الجاية وفي ظل الأنباء يعني بزيادة فكرة يعني الوعي بيزيد يوم ورا يوم إن شاء الله بإذن الله بالحالة أفضل برضو كامل تعازية ليه الشعب الفلسطيني الشيكو نهارده الضحايا بصراحة والفيديوهات اللي بنشوفها من الصبح بصراحة صعبة جدا للأطفال الصغرين والضحايا المستشفى فكامل التعازي ليهم وربنا يزيها الغمة من عليهم ومن علينا مهم ننوح بعد الكورة لطبعا أكيد منتخب مصر مع بداية تصفية المونديال بنخش في فكرة المجموعة سهلة مستهلة خلاص هو الراجل المستقر على مجموعة بس هي فكرة إن الاهتمام حراجة أنا شفتك ونت بتتكلم مع كابتن أحمد عادل قلت كلمة مهمة جدا الاهتمام بمقراط مصر والتونس كانت سيئة جدا أنا المنظر ده بصراحة كريم مش هكسا أنا معاك جدا أنا معاك جدا والله عايز ولا حاجة يعني الموضوع ده محتاج بحث ومحتاج تحقيق ومحتاج حياة كتيرة جدا إيه 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 إحنا ليه وصلنا ليه المرحلة دي يعني ليه وصلنا إحنا ليه الحتة دي أعتقد يعني منتخب مصر اللعيبة محتاجة أن هي من بداية التصفيات رغبت ألا فوجة نظر المجموعة بصراحة سهلة جدا أكيد أفضل من سنوات ماضية كنا يعني نظام التصفيات نفسه كان مختلف وكان بيبقى صعب ممكن ساعات كنت تلعب مجموعات وبعد المجموعات تلعب مطش دول الهم والقوي زي ما عملنا مع منتخب غانا وعملنا قبل كده برضو مع منتخبات والجزايا قبل كده برضو فأنا بشوف أن المراضي هي سهلة والمجموعة بكل أمانة قائمة مصر يا كابتاستان المراضي قائمة قوية جدا الأسماء الموجودة بصراحة أسماء قوية جدا وكمان فيه كذا لعيب عندك في الوقت الحالي محترف بيمروا بحالة ممتزة جدا على وجه التحديد محمد صلاح وعمر مرموش النهار ده عمر مرموش ومصطفى طبعا بس عمر بصراحة الفترة دي متقلق جدا مهار ده رجحهم مغلوبين 2-0 رجحهم رجحهم بلتنين أسست فمحمد صلاح طبعا بيواصل أداءه المميز مع نادي ليفربول والنهار طبعا أكيد كل محبيين ليفربول مبسوطين بتعادل الستي مع تشيلسي لأن ليفربول بيقرب من الصدارة ولليفربول السنادي بيلعب موسم مميز فمحمد صلاح برضو في حالة بدنية وحالة فنية ممتازة جدا نضيف على كده برضو اللاعبين المحليين القادمين من النادي الأهلي أكيد طبعا ممكن الأهلي يكون في الدورة مش في أفضل شيء لكن اللعيبة نفسها أكيد في آخر سنتين لعيبة ممتازة القائمة دي قائمة بصراحة من أقوى القائم لممكن يكون شفتها من بعد منتخب الكابتن حسن شحات فمهم جدا في الموحلة دي البداية صحيح الانطلاق انت عندك مباراتين مباراهم ومباراة قوي قدرت تاخد فيهم ست نقاط في وجهة نظري بتخليك طبعا يعني بتشي معيك ضغوطات كتيرة وأعتقد المجموعة يعني خلاص النهاردة حدخنا المونديال بقى تسع تسع فرق ونص من أفريقيا فأعتقد الموضوع بقى أعتقد أسهل من قبل كده وأعتقد بصراحة روي فيتوريا بقى له فترة شغال على مجموعة هو بس أزمته في فكرة طريقة اللعب لأن تاني بكل أمانة منتخب مصر بتبني التاكتك بتاعه بيتبني على اسم محمد صلاح فأنت محتاج أنك توظف محمد صلاح بطريقة لا تعيق الشق الدفاعي لمنتخب مصر لأنه برضو عشان نكون صراحين الدور الدفاعي لمحمد صلاح مع ليفر بول هيكون مختلف تماما 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 على دور الدفاعي بتاعه مع منتخب مصر فأنت بتحتاج دايما لعب أنه هو يقدي الدور الدفاعي اللي في احتمالات أو في أوقات كتيرة محمد صلاح مش هيقديه فأنت مش عايز تلعب كأنك ناقص فأنا بشوف هذه ربما النقطة الفنية اللي محتاج روي فيتوريا أنه هو يحلها خصوصا نحن خلاص وصلنا ليه بقى المباراة الرسمية وكمان نحن نحط في الاعتبار أنه نحن الأسماء اللعبة اللي معانا كويسة جدا بس التكتيب بتاعنا في آخر تجربة اللي شفناها في مباراة تونس ما كانتش أفضل شيء صحوة عملها في مطش الجزائر عملها في مطش الجزائر اللعب أربعة أربعة أتنين وود أزيزه ناحية اليمين ومحمد صلاح تحت مصطفى محمد وكان مرموش ناحية الشمال في مطش الجزائر ما بص اللي هو حت التوظيف محمد صلاح المعضلة اللي نحن نتكال فيها من أيام هكتور كوبر أيام هكتور كوبر لما كان حتى ساعتها كان مين بيستغل مين عمر ورد ساعتها وكان عمر ورد ساعتها يعني في أفضل ورد وحالاته فهي الفكرة هل أنت هتلعب بمحمد صلاح فولس ناين أو هتلعب به مهاجم صريح مهاجم صريح بصراحة مستحيل في ظل وجود مرموش وصلاح محمد مستحيل لما تلعب به مهاجم صريح بكل أمان أو مطشي جبوتي مش محتاج الديلامة الكبيرة أو الكيمياء الكبيرة المفترض أنها سهلة بس هو السؤال هنا إزاي أنت هتولف التوليفة الصحية حتى تأخذ أنت عنده وقت أنت تتارج تأخذ ست نقط من مطشين الجايين وتثبت التشكيل بتاعك اللي هيلعب كاس الأمم لأن كاس الأمم بصراحة هيبقى أكيد اختبار شديد جدا 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 لرويف دوري توظيف كمان توظيف عمر مرموش يا كابتالإسلام فضل الوقت عمر مرموش بقى متقلق راس حرم هو بيعب في المنتخب أصلا جناح جناح شمال بس بيدوم خلي بالس بس بيدوم أوه في الهجوم بتاعنا أفضل الحاجات هو بيمكن يكون بيتم تفضيله على أي حد تاني لأنه هو بيدوم كتير لجوه فأنت دلوقت الوقت عملك صلاح هو بيلعب أصلا صنع على عرف منتخب مصر وقدامه مصطفى محمد طب ومرموش جناح شمال لو دخل مرموش هيتقعد هتلعب مثلا بمرموش ومصطفى وتحتهم صلاح هتبقى صعبة فأنت هتضطر هتحط مرموش جناح شمال بعدين عندك واحد زي تريزي جي العيد كويس برضو نحية الشمال هيديك حلول وحسن الشحات موجود زيزو نحية اليمين مصطاة فاتحي ففي حلول كتير على فكرة حلول الكتير تبقى أزمة تبقى أزمة طبعا حكم ليه وليه انت دماغك برضو بتودك لفين صح لان انت مطاق يعني محمد ما أحيل عب ناحية اليمين من العيل عب ناحية الشمال طب مصطفى محمد طب من العيل عب تحتهم عشان يغطي على محمد يعني برضو محمد شريف محمد شريف ماشي بشكل جيد مع الخليج طيب الجزء الثاني من اليوم النهاردة حيكون او التحليلات النهاردة في الموسم ده خمس مباراة في الدوري الأول كان كسب المصر 4-0 بعد كده كسب الإسماعيلي 3-1 بعد كده كسب المقاولين 2-1 بعد كده كسب سيراميكا 2-1 بعد كده تعادل مع الجونة 1-1 هنشرح بالأرقام كل حاجة هتفسر لنا الإيجابي والسلب اللي احنا محتاجين نطوره في الفترة الجاية تمام نستعرض أرقام النادي الأهلي في أول خمس مباراة هنلاقي أن النادي الأهلي قدامنا الأرقام على الشاشة كسب 4 مباراة اتعادل مباراة واحدة اللي هي كانت مباراة مباراة قدام الجونة واحد-واحد ومخسرش ولا مباراة حتى الآن سجل كام هدف 12 هدف في 4 مباراة طبعا النادي الأهلي أقوى خط هجوم مسجل 12 هدف في 4 مباراة يعني معدل 3 أهداف في الماتش الواحد أقوى خط هجوم في الدوري مع نادي الزمالك بس طبعا النادي الأهلي لعب مباراة أقل يبقى سجل كام جونة من 12 جونة تعال نبص دي النقطة الإجابية أن النادي الأهلي بيجيب جوان هجومه شغال بشكل كويس جدا لكن تعال نشوف النقطة السلبية المهمة اللي احنا بنشاور عليها من هنا أن النادي الأهلي استقبل 4 أهداف في 4 في 5 مباراة النادي الأهلي يعتبر أهلي استقبال أهداف مع فيوتشار وإنبي ولكن النادي الأهلي دايما عشان تاخد الدوري لازم معدل أو استقبالك للأهداف يكون قليل لازم تكون دفاعيا كويس النادي الأهلي السنة دي مستقبل 4 أهداف في 5 مباراة دي اللي لازم هنفسرها دلوقت هنقول أسباب الاستقبال 4 أهداف ده ممكن يكون إيه السنة اللي فاتت أنت لما خدت الدوري يا كريم استقبلت 13 هدف بس 34 ماتش السنتين اللي قبلهم كنت أنت خسرت الدوري استقبلت 21 جون و29 جون الموسم اللي قبله خدت الدوري كنت استقبلت كم جون 8 تجوان بس في 34 ماتش ده مع فيلر مع فيلر فأنت أنت السنة دي مستقبل 4 تجوان يا كريم في 5 مباراة وإحنا عشدنا بمنظومة كولر السنة في الدفاعية وكلمنا عليها في نهاية الموسم السنة دي كمان أنت ما حافظتش على نظافة الشباك غير مباراة واحدة من 5 مباراة فدي النقطة إيه أسبابها هل سبابها يعني أنا أنا بفسر أسباب الأهداف أكيد مش العناصر أنت عندك محمد عبد المنع ما أحسن مساك في مصر عندك محمد الشناوي أحسن حارس في مصر عندك علي معلول تبادئ غلط وجهة نظرية تبادئ كلامك ده غلط لأنه مش معنى أن هناك عيب في المنظومة الدفاعية معنى أن المدفعين هم اللي وحشين أنا بكلم في كده أنا بقول كده أنا بقول أن عبد المنع لا ممكن تكون ممكن يكون في روتيشن كتير في روتيشن كتير بيحصل فمنظومة الضغط بتاعتك بتتأثر يعني فجأة تلاقي مثلا خلد عبد الفتاح بدأ كان كريم الدبيس ماشي بشكل كويس يعني مباراة مبيرح أنت بدأت بكريم خلد عبد الفتاح مش على عدلته وبقاله كتير ما بيلعبش وكريم الدبيس لعيب صغير كان بيلعب بشكل كويس يعني كان بيقدي بشكل كان ممكن يبدأ فأنت لما بتعمل روتيشن كتير لا قد تكون وجهة النظر في دي يعني طبعا أنا مش عارف أنا ما سألتش ولكن قد تكون وجهة النظر في كريم وخالد أنا عايز دخل خالد طبعا بس كريم الدبيس واخد فورمة المطشاط ومتقلق أنا معاك على فكرة أنا بقولك قد تكون هو أكيد هو شايف أن كل لعب تلندي الأهلي مستوى واحد ده فكر كولر أن أنا عندي 30 خالد بيتموره كويس قوي أنا عندي 30 لعب مستوهم كويس فأنا مجرد أن أنا هلعب اللعيب زي ما عمل مع نيدفيد ما نيدفيد بقى له فترة ما بيلعبش فجأة جي حطه بدأ بيه هو بيتعامل أن 30 لعب كلهم طب وأحسن لعيبة في مصر وداي ودي حقيقة بس حتة الروتيشن الكتير في مركز الدفاع ممكن تأثر كل المراكز مش في الدفاع بس في الدفاع تحديدا لأن أنت عندك مثلا عبد المنع مياسر عبد المنع مرابيعة حتة الدفاع تحديدا فنقطة دي أنا شايف أن منظومة الضغط في النادي الأهلي محتاج أن إحنا في الفترة دي لازم تبص على الرقم ده لأن الرقم ده مهم جدا معدل استيبال الأهداف بس أكمل على الكلامك أسابت في الحتة دي برضو كابت الإسلام شاول نقطة مهمة أصلا منظومة الدفاع يفترض في الفرق الكبيرة وخصوصا من نادي الأهلي هي بتدعم الهجوم بضبط أوه مودست من أول رسل حربة من أنت وانسل أنت مثلا بتلعب بهاي بهاي بريشار مثلا لما شوف ناسا قدام مثلا نادي المصري في أول مرارة الدوري يعني دول مثلا مثلا برضو من الخمس مباريات عايزين نقول المطش المصري ومطش الإسماعيلي كان فيه امتياز المطشين كراحة كويس قال لي كان كويس صح لأن برضو بصلاحة أنت في أخر ثلاث مطشات كريم استقبلتوا قدام المعاولين استقبلتوا قدام سيروبيكو استقبلتوا قدام الجونة وخلي برضو أضيف عليهم مبارتين سنبا مبارتين سنداونس هو بس هو من ساعة مبارتين سنبا أو من بعد عرف مش بعد بعد شهودة قوة بتاع سنبا شهودة قوة بتاع سنبا مدى مش على ناس الشكل قدام دون مصري دون مسمعي بقى فيه حالة من عدم الرضا صح اتأكدت في مطش العودة بتاع سنبا وبدأت تخط عرف قد يكون آه صح لكن هي قد تكون وجهات النظر في هنا إيه زي ما أنت قلت يعني أنت كنت مثلا أنت مفروض النهاردة تعملنا وتقدر تعملنا الأيام اللي جاية ومن بعد مواطش سنبا أو الشهود الأولاني في مواطش سنبا كم واحد لعب ناحية اليمين كم واحد لعب ناحية الشمال كم واحد لعب السنائيات السنائيات الدفاع حتى في وسط الملعب سنائيات في وسط الملعب كمان لأن الكرة التانية الكرة التانية بتاعتنا هو أنت إذا كنت تتكلم عن منظومة دفاعية فأنت تتكلم عن من أول رأس الحرب أو رأس الحرب لغاية الحارس لا مش أفراد دفاع بس مش أفراد دفاع بس الحارس خلي بالك ممكن يبقى ليه دور يعني آه 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 سواء في التحضير لبناء هجمة آه 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 في آه 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 طالق لغاية نص الملعب ويعتمد ليفربول يعني يعتمد على الضغط العالي ويسيب الجزء ده كله لأليس منظومة الدفاع بتبدأ من أول رأس الحربة في منظومة الضغط لما الضغط بتاعك بيبقى شكلك كويس في الضغط الضغط العالي بتاعك صرحة تستعدتك للكرة بشكل كويس أنت بتاخد الكرة التانية بشكل كويس ده اللي بيفرق فإحنا بنتكلم أن دي محتاجة نحن نبص عليها تعال نكمل بقية الأرقام النادي الأهلي في صناعة الفرص الكريم 11 فرصة في الدوري في خمس مطشاط الأكثر برامتزو الإسماعيلي وبلدية المحلة تخيل الإسماعيلي في أكتر الفرق اللي صنعت فرص 13 فرصة هو البلدية النادي الأهلي 11 فرصة تعال نبص على مش بعيدة حابتكلم في فرق اتنين خاصة كمال بس عايقا الأهلي ما عندوش مشكلة هجومية عندنا فعلا في المنظومة الدفاعية عايزين نوصل لسبب هاي المنظومة الدفاعية ليس المدافعية المنظومة الدفاعية بمعنى أن أنت منظومة ضغط يعني إيه منظومة دفاعية جمهورنا للأهلي جمهورنا للأهلي يبقى فاهم الكلام على إيه تكلمين عن منظومة عن 11 لاعب عندي ده رقم سلبي عايزين نفسر فأنا رأي أن منظومة الضغط بتاعتنا مش أحسن حاجة منظومة الضغط من الأول من التغيير من التغيير الكتير وبرضو بيفرق الحالة البدنية بتاعت اللعيبة يعني مبرح الشرط الأول كانت مشكلتنا كلها في وسط الملعب مش أسماء لعيبة لأ في الكرة التانية الضغط بتاعك ما كانش أحسن حاجة بس في حاجة برضو يسابت أنت برضو أنت بدأت مطش مبرح بسنائية عمرها ملعبت مع بعض أنت لعبت مع بنتفيد ونبي الكوك أفشة أداء كريم ندفد هو ينفع أداء كريم ندفد ما ينفعش أداء كريم ندفد فأول مباراة لي هو هنا الراجل حطه ثقة زي ما أنت بتقول أنه اللي أنا عارفه أن كولر بيعمل عندما يجد أن كريم سعيد بيتمرن كويس مش يوم ونثنين وثلاثة فاطلة طويلة جدا يبقى حيلعب حيلعب إمتى هو بيختار فهو اختار التوقيت ده فما ينفعش أن أنا أقايم هنا لسه أقايم كريم ندفد زي مثلا كلام اللي بتقال على أن كولر الأيام دي بيتعرض لحملة كبيرة جدا هو وحش ولازم يمشي ومش عارف إيه من بعض ما لا يشجع نادي الأهلي ولكن أنا بتكلم أن فيه أساس الأساس هو الأساس أن كولر مدرب كويس جدا وهيل ورائع وعنده لسه كتير مع نادي الأهلي ولكن أخطأ أخطأ والتقييم بيبقى نهاية الموسم مش محتاج أن نحنا صح والتقييم بيبقى في نهاية الموسم النادي الأهلي بيقايم المدرب دايما في نهاية الموسم مزبوط كولر كمدرب مدرب كبير عمل بطولات جاب خمس بطولات ماشي بشكل كويس وأي مدرب في العالم هيجيله مطش مثلا هتلاقيه مش موفقة فيه بطولة طبيعي هيخسر بطولة البطولة التانية هياخدها ما أنت برضه بتقابل منافسين يعني ما صندونز ده فريق قوي وعنده فلوس كويسة فليستيشن يعني بحسابت مثلا فاللي هو أكسبه نلعب نكمل الأرقام بتاعت النادي الأهلي في أول خمس مبارات النادي الأهلي تاني أكتر فريق مش محظوص في الدور ليه ثلاث محاولات اصطدمت بالعرضة مين أول فريق أول فريق للتحاد الاتحاد السكندري أربع محاولات النادي الأهلي ثلاث متوسط الاستحواز نسبة كويسة 58.6 التمريرات الصحيحة في المطش 371 دي نفسي نزودها شوية نعد الربعمية لو عدت الربعمية تبقى أنت تلعب بطريقة الستي يعني معدل المحاولات في المباراة الوحدة 15.6 برضو رقم كويس المحاولات الصحيحة 5.4 بص على الرقم اللي جاي ده حصول لعاب النادي الأهلي على رقلات جزاء فيه فرقتين في الدوري ما أخدوش ولا رقل الجزاء النادي الأهلي ونادي بيرامدس النادي الأهلي ونادي بيرامدس وده برضو ممكن أنا بشوف أن لما يبدو في خمس مطشات ده رقم كبير خمس أكتر فريق اتحسب عليه رقلات جزاء النادي الأهلي في الدوري اتحسب رقلتين جزاء الأول المقاولين بعد كده الدخلية بعد كده سموحة بعد كده زد ارتكب لعاب النادي الأهلي رقلتين جزاء وده برضو بتأكد كلامنا في المنظومة الدفاعية أنه ممكن يكون فيه نوعا ما بدنيا بنقع شوية فبنرتكب رقلات جزاء هزوي بقى رقم مهم جدا على الأرقام بس هو رقم خاص بمطش الجونة ومطش الجونة أنا بشوفه من مبارات الإسلام المبارات التسعب تتخينق وإنت عايز تكسب لأن في الآخر في الدوري أنت عايز تجمع النقاط وده بنا حد نقول بداية الدوري في أول عشر مطشات أول حتى خمشهر مطش لما أنت بتنجح فإنك تعمل فجوة أنت بتعيش بقية الموسم مرتاح وبتدأ بتركز في دور الأبطال وبتركز في أي بطولات أخرى عشان كده ده اللي كنا بنقوله ما كانت الظروف وبصراحة الأمانة كان فيه مساحة بس طبعا كله الحر بس كان فيه مساحة أنك تقلّي الروتشين شوية أن أنت كان عندك فترة توقف في المطش ده بالذات خلاص الرقم اللي عايز أتكلم عليه وهو رقم يفترض أن هو إيجابي لنا بس هو سلبي في عدم استغلاله وهو مطش مبارح أنت حسب لنا 12 ضربة ركنية قدام الجونة الجونة حسب له رقلة ركنية واحدة 12 ضربة ركنية كلهم اتلعبوا بشكل مفهوش تاكتك أو مفهوش في واحدة المودست اللي هو في آخر المطش لا 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 في واحدة طلعت لبرة إمام عملها لبرة وديه مهودها تاكتك دي الوحيد لما كان لعب عمل العرقاب طلعب مرة أحد وما تشتتش وما تشتتش هات الكرة راح الإمام خدها بشماله على طول صدق وفي واحدة في آخر المطش كريم اللي هي مودست اللي هو شالها من تحت العرضة أحصده الرقم كبير لما يكون محصوب لي 12 ضربة ركنية قدام منافس أقدر ونهارة عندي لعيبة طوال القامة زي عبد المنعم زي ربي ربيعة وزي مودست والعيبة دي بتوجيد اللعب بالضربات الرقصية فكان مع بعض التركيز أقدر أوصل لتلات نقاط خبرك بإسلام التلات نقاط والفوز برضو ساعات بيهدوا شوية من الشكل العام بصراحة أكيد طبعه برضو أريد أن نفعل حاجة في كيه ماذا ما أقولها جمهورنا للأهل آه إحنا في لتلات الموسم ده في مشكلة لكن ما فيش أزمة أيوة في مشكلة في مشكلة أوكي آه هنحلها وفي أخطاء حصل لكن ما ينفعش خالص تقول لفريق متصدر الدوري متصدر فريق متصدر الدوري أه متصدر الدوري أنه هو فأزمة ما ينفع أبقى أنا فاهم الوضع وحاجة تانية بار طبعا الدوري الأفريقي بكل أمانة بكل أمانة استحالة أي نادي أو أي مجلس دولة في العالم يحسب عليه اللعبة والمدري فاني ليه نحب نتكلم في ستايل بطولة معمول لأول مرة ومضغوط للغاية حتى لو أحب نعمل أخطاء آه وهنعود نعليجها وكل الشيء فاللي عايز أقوله أنه التقييم الأساسي دينا هيبدأ بعد نهاية التوقف ده لأن احنا هنرجع على مطش مديامة الغاني بعد دي مطش سموحة بعد كده أعتقد فيه مطش في الدوري وبعد كده نخش كس العالم بقى كس العالم بس أمانة الفرصة جدي جابت من عند رب صحوة الله يا كابتن إسلام لأن احنا عندنا أعتقد حوالي عشر تيام أو اثناشر يوم راحة واستعداد طبعا لعيب الدوليين بيشاركوا ومكملين لكن أغلب قوام الفريق مع مرسل كله يقدر يزبط أموره ويقدر يحدد التشكيل بتاعه وأعطاكه مش أغلب قوامه ولا حاجة طبعا عندك غيابك عشر لعبين أساسيين وبيلعبهم القيمة يعني ما كلمة عندك سبعة في المنتخب الأول وبرسداء حتى أنا ما كلمة أنا هو شغل مع نفسه مع مع الجهازة فني أنا وجهة نظري أن الأجازة دي أكتر أكتر المستفيدين منها هم واحد بس كولر وجهة نظر كولر يجب أن يستفيد بهذه الأجازة بتنقية راسه زينه ويحط الخطة بتاعته لفترة الجاية لأن أنت بداية من خمسة وعشرين نوفمبر لغاية عندك شوية للتنقية خالص لغاية أعتقد في المنتج الزمانيك في مارس لغاية كسر أمم أتوقف كسر أمم بعد كي أنت هتلاقي عندك عدد كثير من البطولات هتشارك فيها في فترة الجاية فأنت أنا أسف يعني مش يبقى فيه مساحة كبيرة للروتش طيب مودست يا أحمد قبل بس نخش على أرقام مودست أنا شايف أن مودست برح قدم ماتش كويس لعب تسعين دي لمس الكرة 24 مرة أحرز هدف عمل أربع محاولات وده رقم كويس دقة تمريرات و12 تمريرها صحة من 12 رقم كويس جدا 100% 2 محاولات صحة من 4 رقم كويس برضو حصل على خطأ على فكرة لو كانت جاب الكرة اللي هي في آخر الماتش دي كان بقى جاب جنين كانت تحول يعني فاز بالتحامات سنائية 2 من 6 ده بس الرقم اللي لسهال هو هو بيجيب بيجيب البدن بتاعه بييجي لمسيته حتى في الكرة للهدف أنه بيستلم على الطاير وبياخدها حاجة كده على طريق الكابتن الخطيب في الاستلامة واللف والدوران والفنش ما بلاش المقامة بس لأ بس نفس اللعبة نفس الاستلامة ونفس يعني بص هو طبعا جن حلو جن حلو بس هو أنا شايف أنه جاي بس هو يعني تحس أن حركته محتاجة شوية البدني بتاعه يعني لو جاب البدني يعني هيجي بس أنا شايف أنه هداف عنده اللمسة يعني ما يجيبش جن زي ده غير لما يكون مهاجم هداف لمسوته ويقلب المدافع كده يعني ياخده كده ويحطها في الدايقة لا أنا شايف بصراحة أن يعني لأ مودست جاي يعني إن شاء الله كده الفترة دي يا كابتن إسلام لازم في الفترة تتوقف دي بقى يعني مش عايزين يسمع بقى كلام إن إيه إن أصلا أنا لسه هنجهز مودست لا أنت عندك بقى فترة خلاص صحيح وكان عنده فترة يجهز عندك في الفترة دي محتاج بقى أن أنت تشتغل بدني مع مهاجم زي مودست وتجيب مستوى بقى خاصة أنه لعب مباراة ولعب ماتشاط مع تواجد كهربا مفروض صراح محسن برضو يشتغل لأن دول التلات راسات حربة لازم ندعيهمهم في الفترة دي دول اللي حيكملوا لغاية نهاية الموسم وحيلعبوا كسعالم فلازم لازم كل الناس تكونوا وقفة جنب مودست جنب كهربا جنب صراح محسن الناس دي مكملة لغاية نهاية الموسم صحيح طيب جزء الثالث من هذه الحلقة سيكون حصولنا أو أصول سانداونز على النسخة الأولى من الدول الأفريقي لكرة القدم كريم الدول الأفريقي بيفرق في التصنيف لغاية دلوقتي رسميا بعد يما تكلمنا مع أحد المسؤولين في الكاف عن طريق زميننا محمد سعيد الإجابة لا لغاية دلوقتي الإجابة لا يعني إيه لغاية دلوقتي يعني إيه عشان كلام واضح أيوة حاليا ما فيش أي شيء رسمي بيقول انتما الأندية اللي شاركوا في النسخة الأولى من الدول الأفريقي هياخدوا أي نقاط في التصنيف السنوي للأندية أو حتى تصنيف القرن الـ 21 ما فيش تلعبت المطشاط هتاخد جوائز مالية ما فيش فلوس ما فيش نقاط طيب هل النهاردة بعد ما سانداونز طبعا حقق البطولة هل ممكن مسؤولون يعني يسعوا ان هم يزودوا النقاط عشان موضوع المشاركة في مونديال الأندية في أمريكا لما يكون بـ 24 فريق احتمال في ضغوطات بتحصل إنما حاليا كل بطولة النسخة الأولى دي ما طلعناش منها غير بحاجة واحدة فقط الجوائز المالية بس لغاية دلوقتي ما لاتش أي تأثير في أي شيء تاني طيب النسخة التانية هل هتقام بنفس الشكل الجابة الأكيدة لا مستعيل مش هنشوف الشكل ليه تالي خالص ولا الكلام اللي احنا شفناه خلال 22 يوم ده هل هيطوروها هل هتحل محل دوري الأبطال كل ده ما زال لست كلام ملوش أي تأكيدات بس الأكيد لكل أمانا إن البطولة دي أنا أشوف إنسان دونز يستحقها وهم ساعوا إن هم نفسهم يكسبوا بطولة منذ فوزهم عن نجس الزمالك في 2017 من ساعتها ما خدوش بطولة وواضح جدا أهم النقطة باعي زيان أولها سريعا في سان دونز يا جماعة اعرفوا سان دونز خلاص اتعلم لعب الشمال أفراق الكورة اللي في نهاية المطش دي تعرفنا خلاص قاعد اسمه إنفنتينو قاعد إيه أولا زيان ما عليش الناس يا جماعة الكورة أولا إكتستان فاول إطلاع في 4 دقائق كل لعيب يروح يقف ما يمررش الكورة يجي الحكا يمديلو أنظار ويروح ماشي يجيب زميله هلس هم فهموا الطريقة اللي يعرفوا يكسبوا بها أن الوداد قبل كده خرجهم مرتين خلاص هم فهموا الطريقة بس أكيد أكيد جرز انظار لنا سانداونز في داود الأبطال أفريقيا السندي عايزين إذا يعني إذا يعني القرع وقعتنا في موجهتهم في أي دور لازم نستعدلهم استعداد خاص كرة القدم بصراحة كانت لازم تنصف سانداونز على الكرة الحديثة والشغل اللي بيعملوه في آخر مش في السندي بس في آخر سنين كان حظهم أنهم طبعا بيصطدموا بالنادي الأهلي بنقول لهم مبروك طبعا البطولة وقصلهم على 4 مليون دولار رقم كبير جدا أكيد هيقدروا يجيبوا بصفقات كويسة الوداد برضو هارد لك يعني 3 مليون دولار أخدوا 3 مليون دولار والوصيف أنا شايف أن سانداونز بدأ يكتسب شخصية البطل بدأ أنه يعرف إزاي ضايع وقت يعرف إزاي لعب الفرق البطل بيضايع وقت سانداونز كان بيلعب كرة للمتعة صحيح صحيح بس في رأي يظل النادي الأهلي هو رقم واحد في أفريقيا إحنا في مباراة الكاهرة ما زلت مصمم برضو أن في الشروط الأول النادي الأهلي أعطى درس لسانداونز بالهل ليلة اللي هم عملينها والبطولة النادي الأهلي كان يقدر يأخذ البطولة لولا التوفيق بس ضرب الجزاء المعلول كرة كهرباء اللي ضاعت كرة تاو أنت عامل أكتر من عشرين محاولة وعملنا عليهم ماتش كويس جدا جدا في مباراة أنا جاي في الننادي الأهلي أقوى فريفة أفريقيا آه كل الاحترام لسانداونز واللي هقوله أن أنت مش لازم تاخد كل البطولات يعني آه احنا نفسنا ناخد كل البطولات بس طبيعي أن أنت هتخسر بطولة عندك منافسين منافسين كويسين زي سانداونز بيدعموا نفسهم ومعهم فلوس كويسة فلما أخسر بطولة لازم أشوف إيه الأخطاء اللي أنا وقعت فيها أو إيه الحاجات اللي نقصاني وكملها عشان أرجع أخذ البطولة تاني ده اللي النادي الأهلي بيعمل وأنا شايف أن النادي الأهلي أقوى فريفة أفريقيا كعناصر وكأسماء وكمدرب وكأدار أحسن وأحسن جماهير كالنادي الأهلي أحسن فرقة في أفريقيا من وجهة نظري بس سانداونز في آخر أربع سنين قدمونا كرة حلوة كرة حديثة مع المدرب مكوينة بعد رحيل موسماني يستحقوا بصراحة التحية برضو وكانت لازم كرة القدم تديهم بطولة فهم بدأوا ياخدوا بطولة بدأوا يشموا البطولة فحيبقى منافس قوي في دور الأبطال ولازم نعمل حسابنا إن شاء الله في دورة أبطال أفريقيا قبل ما روح للإنجاز اليد برضو أو لحصول النادي الأهلي على المركز الخامس في بطولة السوبر جلوب الكاس العالم لكرة اليد يا كريم إيه اللي نادي الأهلي محتاجوا يعملوا الفترة اللي جاية استعداداً للمواجهات الصعبة أنا في وجهة نظر الشخصية التدعيم في شهر يناير القادر ده قبل يناير احنا لسه ده قبل يناير خلي بالك ده قبل يناير هتكون خلاص هتحابة تتكلم على المونديال تسبيت التشكيل أنا في وجهة نظري أنت بداية من ماتش ميدياما ماتش ميدياما في وجهة نظري هو أول تجربة لك إن أنت عايز تقدم فيها التشكيل اللي أنت هتلعب بالمونديال صعب جداً جداً بكل إيمان وهتكلم على أربع مراكز في أربع مراكز ما فيش مساحة فيهم من وجهة نظري في التبديلات الكتير وهما الارتكاز اتنين ارتكاز تمانية وستة والباكة اليمين والباكة الشمال دول الأربع مراكز دول من المراكز المؤثرة في التاكتك بتاعك وإنت محتاج إن أنت تسبتهم وتخلي اللعيبة يوصلوا أفضل أفضل أداة لأننا طبعاً تحاد جداً بيمر بمرحلة قلنا إن هي مش كويسة لكن هنلعب مباراة صعبة للغاية والمباراة دي مهمة إن احنا بجد بجد نفسنا إن شاء الله يعني إن شاء الله إن شاء الله ليه لأ نلاعب سيتي في فاينال البطول كلمتين بسرعة على الخامس طبعاً مبروك للنادي الأهلي للنهاردة الحصول على الخامس في كاس العالم طبعاً كلينا نحن قبل كده خدنا الوصيف في كاس العام 2007 بطولة كاس العالم دي من 12 فريق عشان في ناس بتقول بس لا ده أنت واخدين المركز الخامس من 6 فرق ولا 7 فرق لا إحنا واخدين كاس العالم إحنا كاسبين مباراتين واخدين المركز الخامس من 12 فريق إذو النادي الأهلي إن هو يتواجد في كاس عامل الأندية قدم وسلة ويتواجد في كاس العالم السنة اللي فاتت أخدنا مركز رابع السنة دي مركز خامس دي طفرة بيعملها مجل استدارة النادي الأهلي في كل الألعاب إن أنت تكون موجود في اليد في كاس العالم كورة اليد في النادي الأهلي ما كانتش بالقوة دي إن أنت كل سنة تكون متواجد في كاس العالم دي حاجة تحسب لمجل استدارة النادي الأهلي كريم تشوف طبعا إن إنجاز كبير للنادي الأهلي طبعا لكورة اليد في النادي الأهلي إنها تنطح الفرق العالمية في مثل هذه البطولات أكيد أنا أول حد في الحالة السابقة مش مطلوب منهم بصراحة أي حاجة قدام برشونة برشونة فريق قوي جدا رغب إنها في الأخي برضو عطقت خسر ما كسبوش لا 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 ما كسبش بطولة مجد البورج ده واللي كسب بالضبط فإن أنت تحتك بهذه المدارس وإن أنت تصل إلى هذه هذا المستوى من الأداء أكيد ده حاجة مميزة ومشارفة جدا جدا لكورة اليد الأهلوية وأعتقد برضو أتفق جدا مع سابقة إن النادي الأهلي السنة دي شارك في أكثر من بطولة عالمية في مختلف الألعاب فده أمر يحسب لي النشاط الرياضي على وجه بصفة أولى وبصم طبعا أكيد مجلس الإدارة اللي بيشرف على هذا التطور ودايما دايما دايما النادي الأهلي له الأولوية وله الأسبقية في تمثيل مصر في كافة المحافظة العالمية عموما نتمنى رب كل التوفيق لنادي الأهلي خلال المرحلة القادمة ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة مباراتين ولا أهم من كده الحقيقة مبارات منتخب مصر مع منتخب جيبوتي يوم 16 ثم منتخب مصر مع منتخب سيرليون يوم 19 وبالتالي مباراتين مهمين جدا جدا في تصفيات كأس العالم لكورة القدم كل التوفيق لمنتخبنا الوطني أنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت كبير